ما تلبث أن تنام حتى تصحوا على واقع الدمار تعز المدينة التي لم يسلم فيها الإنسان ولا الشجر وها هي القذائف تصل إلى الحجر أيضا هنا لم تكتفي الميليشيا باستهداف المدنيين ومنازلهم المحيطة بمقبرة الشهداء التي تقع قرب مسجد السعيد بل تعد ذلك وأخذت تقصف المقبرة ذاتها لتؤكد أنها باتت لا تفرق بين الأحياء والأموات وأن هواية القصف من أجل القصف أصبحت هي الفعل الوحيد الذي تنتهجه ليل نهار وبينما لم تلتقط هذه المدينة المحاصرة أنفاسها ولم تتمكن بعد من تضميد جراحها ولملمة أوجاعها ها هي تستيقظ اليوم على واقع آخر وهو استهداف الموتى في قبورهم في تعز يدفع الأحياء ومن يسكن القبور ثمن المقاومة لمشروع القتل والتدمير في تعز فقط أن تكون حيا فأنت هدف لقناص وأن تكون ميتا فأنت هدف لقديفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر